أتحول إلى سيد جهاد أبو فلاحة الكاتب الصحفي ضيفنا من لندن سيد جهاد هذه المبادرة كيف تنظر لها في البداية وإلى أي مدى إذا تحققت بالفعل من شأنها أن توقف هذا الاحتقان في الداخل الفلسطيني وأن تغير الواقع بشأن ما حدث في قضية نزار بنات يعني قضية نزار بنات هي جاءت وما تبعها من التطاهرات ومواجهات حتى بين قوات الأمن والنشطاء والاعتقالات التي حدثت هي تعبر من حيث المبدأ على أزمة المشروع الوطني الفلسطيني الذي مر بمحطات كثيرة أوصلت إلى مسألة اغتيال وقتل نزار بنات بالطريقة التي شهدناها وقرأنا عنها وأيضا الإجراءات التي اتخذتها قوات الأمن والأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية والاعتقالات والتنكيل بالنشطاء والمعارضين بتقدير هذه المبادرة جاءت لتضع أساس للمشروع الوطن الفلسطيني بشكل أو بآخر وتفتح أبواب للحوار من حيث قضية نزار بنات هناك قضية تشكيل لجنة محايدة لا يمكن القبول بأن الجهة المتهمة بجريمة القتل هي التي تشكل لجنة للتحقيق ومن ثم ترفع للقضاء الذي أيضا هو قريب إلى السلطة الفلسطينية وبالتالي ستكون الحالة فيها شكوك وأيضا من يتحمل المسؤولية بكل الأحوال حتى لو رئيس الوزراء الفلسطيني لم يأخذ قرارا بجريمة الإغتيال حتى لو حدث الإغتيال بطريقة كما قالت بعض التقارير أنها حدثت بطريقة عفوية لم يكن مقصودة إلى آخره وحدث القرار ميدانيا لكن من تحدث في تحت حكمه وسلطته وإدارته للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية هذه الجريمة وما تبعها من تفاعلات يجب أن تتحمل الحكومة الفلسطينية وعلى رأسها محمد جتية مسؤولية هذه الجريمة وأن تستقيل بالحد الأدنى أن تستقيل من منصبها وذهبت المبادرة للدعوة لتشكيل حكومة وحدة وطنية وهذا مطلب أصلا يمتد منذ لفترة طويلة وهناك مطالبة بتشكيل وحدة وطنية تنهي حالة الانقسام في الشق الثاني في المبادرة هناك الحديث أن إعادت هيكلة منظمة التحريف فلسطينية وإحياها وتفعيلها وهناك تقارير تتحدث عن جهود فعليا لتفعيل منظمة التحريف فلسطينية ومؤسسات منظمة التحريف فلسطينية هذه القضية قضية رئيسية لكن يفترض أن يبنى على أساس في الخطوة الأولى هو محاسبة فعلا الجهات التي ارتكبت جريمة نزار بنات وأيضا فتحت الباب إلى الأجهزة الأمنية لتقوم بما قامت به بتقديري قضية نزار بنات هي تدق ناقوس الخطر على أزمة فعليا المشروع الوطني الفلسطيني أنها تقول بأن هناك فعلا أزمة فلسطينية بعد إلغاء الانتخابات بعد الإجراءات التي قامت بها السلطة استمرار الانقسام إلى آخره كل هذه تعبر عن أزمة المشروع الفلسطيني وتحتاج إلى حضور ودور للسلطة الفلسطينية للفصائل الفلسطينية كل الفصائل الفلسطينية تكون فاعلة في هذا المشهد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر